الملك عبدالعزيز هذا جزء من تاريخنا المليء بالأمور المرتبطة بالفروسية كما تعلمين ويعلم الجميع أن المنملكة العربية السعودية وحدت من على صهوة الخيل والملك عبدالعزيز رحمة الله عليه سمي بالفارس الأخير لأنه هو آخر قائد في الأرض ليس فقط على المستوى العربي بل على مستوى العالم كله يوحد دولة وكون كيان من على صهوة الجواد ولذلك سمي بالفارس الأخير هي رمز للخيل العربية ورمز لتاريخ هذه الخيل في الجزيرة العربية وتبين اهتمام قادة هذه الدولة في الخيل العربية وبسلالاتها هذا التروفي يعتبر دموذج لفرس الأعداء الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه الملك الجورج السادس المناسب تعيين الملك وحزن استقماله جلت الملك فيصل طيب الله ثراه تم عمل هذا التحفة وبالتوجيه المتحف الموجودة بالمتحف وذلك بدعم من حكومة سيدي خدم الحمين الشريفين اسمه ولي عاهد الأمين وبالمتابعة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة مركز المركز البيئة افتتاح والنقل مجسم الفرس طرفه إلى متحف الخيل في الدرعية كان شي جبار لأنه صراحي كان يكشف عن طبيعة العلاقة بين مملكة العربية السعودية ممثلة في الملك عبدالعزي في ذلك الوقت وبين الملك جورج وحكومة البريطانية في ذلك الوقت وما كانت أول ولا آخر هدية سبق النهدة أعتقد سير كلايتن ومجموعة من أعضاء البرلمان مجموعة من الخيول اشتركوا في القناة